بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم معاكم مصطفى مقرب بنكمل مع بعض ان شاء الله دروس ادوبي اندزاين للمبتدئين والنهاردة هنتعرف على امر مفيد جدا بتستخدموه كتير ان شاء الله لو بتشتغل كتب او مجلات اللي هو امر find and change بمعنى ان البرنامج بيقدر يبحث ويغير اي كلمة عايز تغيرها زي ما حنشوف النهاردة ان شاء الله ونفرض مثلا ان انا عندي الفايل اللي قدامي دقا مثلا كلمة زي كلمة المصنم او كلمة مصنم انا عايز اغيرها يعني مصنم متكررة اكتر من مرة طبعا في الفايل كله فلو انا عايز اغير الكلمة دي مثلا عايز اضاف لها الف والهم هل معقول ان انا هعد ادور على كل كلمة وابدأ ان انا اضافها منوال اكيد لا زي ما قلت لكم في اول الكورس ان البرنامج ده من البرامج الزكية في ادوبي فموفر لنا امر كويس اوي الناس اللي بتشتغل على الورد في امر الفايند اللي هو برضو كنترول اف نفس اللي موجود هنا بس هنا في بقى اوبشن كتير بتساعدك على انك ازاي تشتغل بسهولة مثلا عندي هنا بقدر اعدل على التكست بقدر اعدل على الوبجيكت بقدر اعدل على اكتر من خيار موجود عندي فبتتحكم في كل حاجة خاصة بالبرنامج لو مثلا اتكلمنا عن التكست مثلا هنا بيقولك اه فايند مثلا انا عندي هنا كلمة مصنن مثلا بقوله اعملي فايند على مصنن تمام بيقوله اتشينج تو او غيرها لي الى المصنن جميل هنا بقى بيقولك السيرش انت عايزه في الالدكومنت ولا الدكومنت ولا الستوري الستوري اللي هي الجزء اللي قدامي الديكومنت الملف كامل الالدكومنت لو انت شغال على اكتر من ملف الكتاب ده مثلا لو الكتاب ده عبرها عن ملازم كل ملازم انت فتحها في فايل معين فبيعدل في الملازم كلها مثلا انا هقوله انا عايز في الديكومنت او الجزء اللي انا الملف اللي انا فتحه ده بس بقوله اه بختاره تمام بعد كده بقوله فايند على طول بيقول لي دي واحده هيمة موجودة مثلا اقول له change على طول ضفل الالف واللام بس برضو انا انا ما بضفش واحدة واحدة هنا بقوله change all بيقول لي انا غيرتلك تمانين كلمة كانت مصمم وغيرها للمصمم فبالتالي ده خيار كويس اوي وبتقدر بتقدر تتعامل بي بكل سهولة طبعا هنا اضاف لي الالف واللام لانه خد الامر مرتين لان انا كنت عملها change مرة فانت بتختار change all مرة واحدة هنا بقى عندي اكتر من خيار اللي هي الكلمات اللي هو فيها كاشيدة مثلا لو انت مطول المصمم او مديها كاشيدة عندي هنا يبحث فيه master page يبحث فيه layer المقفولة layer المخفية يعني كل دي خيارات بتساعدك طيب فيه خيار كمان جميل اوي طبعا كلنا عارفين ان adobe in design من البرامج اللي بتهتم بحقوق الملكية خاصة في الخطوط فممكن تستخدم font معين وبعد كده لما تيجي تعمل export للفايل بتاعك بتلاقي الفونت علي حقوق ملكية فبالتالي البرنامج مستحيل انه هو يصدر لك الفايل ده فبالتالي انت عايز تغير فونت معين فشايفين الجزء اللي تحت ده طبعا ده مبقاش موجود بتلاقي هنا more option بتضغط عليه هنا find format وهنا change format لما بضغط double click او بضغط على الايكون الصغيرة دي بتفتح لي البانل دي البانل دي فيها خيارات كتيرة جدا وبصراحة اللي انا احتاجتوا منها اللي هي change او character format هنا باقول له font family مثلا انا كاتب بفونت times new تمام واقول له اوكي يبقى انا هنا ده الفونت اللي موجود اللي مثلا اللي فيه مشكلة وعايز اغيره لفونت تاني واللي يكون مثلا الجي اس اس تو وقل له اوكي وبعد كده بقول له change all طب دلوقتي هو غير لي كلمة واحدة بس اللي هي كلمة المصمم تمام شايفين كلمة بس اللي اتغيرت برجع ctrl z وبحزف كلمة دي من فوق بخلي دي فاضح لشان يشتغل على document كامل وقل له change all بالشكل اللي احنا شايفينه ده بلاقي على طول البرنامج غير لي الفونت بتاعي غير times new لجي اس اس تو لايت ده كان درس سريع ان شاء الله درس يكون مفيد طبعا الادا دي فيها شرح كتير فيها تقريبا كل حاجة تقدر تتحكم فيها من الاندزاين بس طبعا ده بيجي حسب احتياجك وحسب ما بتوع التجرب فيها بس بشكل عام دول اهم تول او اهم حاجة في البانل دي انت ممكن تتعرض لها اللي هي ازاي تغير كلمة او ازاي تغير فونت استنيني ان شاء الله مع الدرس الجاي كان معاكم مصطفى مكرم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر